تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكن مخلصاً لله واحذر من الريا وتابع رسول الله إن كنت تعبد هذا البيت ذكر فيه رحمه الله شرطي قبول العمل وأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين الأول الإخلاص لله لأن تكون أعمالك كلها لله خالصاً لا تجعل لأحد فيها شيئاً تحذر من الريا ومن السمعة ومن إرادة الدنيا بالعمل قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ والشرط الثاني الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأن لا تعبد الله إلا بما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ترجمة نانسي قنقر